سلاح حزب الله وبر وحكومته هي أول أهداف سمير جعجع يدخل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المرحلة الجديدة بقوة فهو صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان والرجل المسيحي الأول بعدما نجح في هزيمة التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشيل عون وصهره جبران بسيل ويضع جعجع ضمن أولوياته السلاح حزب الله وضرورة أن يستعيد الجيش اللبناني دوره ومنصب رئيس البرلمان الذي استمر فيه نبيه بري لثلاثين عاما وكذلك العلاقات مع دول الخليج وهو الذي يصنف كقريب من السعودية التي قد تكون راهنت عليه بعد فشل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في أن يملأ مكانه كخصم فعال في وجه حزب الله وقال جعجع في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مقره شمال الشرق بيروت إن حزبه يعتزم العمل على أن نعيد الاستقرار الاستراتيجي كله بل كله إلى الدول اللبنانية ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالساحة والسياسة الخارجية وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني اشتركوا في القناة